اشتركوا في القناة وعززت قوة الدفاع موقع المواجهات في شبوة بجنود وآليات عسكرية وسيطروا على موقع جبلي في أعلى مرخى كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي سابقا فيما ما زالت المواجهات مستمرة اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليم من السفير الأمريكي السيبن فاقين على نتائج الجهود المنسقة لأحياء العملية السياسية وتخفيف مواناة الشعب اليمني جاء ذلك خلال اللقاء العليم بالسفير الأمريكي لدى اليمن وخلال اللقاء شهد العليم بالجهود الأمريكية إلى جانب السعودية والإمارات والأمم المتحدة من أجل تجديد الهدنة والسئناف العملية السياسية ووضع رئيس مجلس القيادة السفير أمام تطورات الأوضاع المحلية والتصعيد العسكري للميليشيات الحوثية على مختلف الجبهات ما يهدد بنهيار فرص السلام المنشود داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية تسببت رياح شديدة فجر اليوم في إحداث أضرار متفرقة بمطار عدنة الدولي وإصابة مسافرين وحطمت الرياح جزءا واسعا من وجهة المطار الزجاجية كما تضررت أجزاء من سقف المطار العازل وأدت الرياح إلى إصابة بعض المسافرين بينهم أربعة وأطفال على الأقل هذا ووجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد القائم بأعمال مدير غامل مطار عبدالرقيب العمري بحسر الأضرار والتكفل بعلاج المصابين من المواطنين في المستشفيات نظمت الأمانة العامة لهاية رئاسة المجلس الانتقالية الجنوبي معوية الفقيد اللواء صالح سيد تكريما لمسيرته العسكرية المشرفة وتضحياته الكبيرة في خدمة الجنوب وتحت شعار إرث النضالي سعرضت لحظات مضيئة من رحلة الفقيد صالح السيد قائد الوية الدعم والإسناد مدير أمن الأحج وإسهاماته العسكرية الخالدة في ذاكرة كل جنوبي حيث كان الراحل قد ندر نفسه لخدمة الوطن والقضية الجنوبية من خلال عدة ملاحم بطولية عسكرية في ميادين الشرف لتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب نهاية الموجز لاللقاء